اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية لينفومات هاتشكين مقدمة لينفومات هاتشكين هي نوع من السرطان الذي يبدأ في خلايا الجهاز المناعي والجهاز المناعي يقاوم الامراض المعدية والامراض الاخرى تشو لينفومات هاتشكين عندما تصبح خلايا من الجهاز المناعي الشادة وتبدأ بنسخ نفسها بطريقة غير مضبوطة تعد لينفومات هاتشكين قابلة للمعالجة الى حد كبير يمكن شفاء معظم الناس الذين يوضع لهم تشخيص الاصابة بلينفومات هاتشكين هذه الايام او يمكن السيطرة على مرضهم لسنوات عديدة يشرح هذا البرنامج لينفومات هاتشكين كما يشرح اسبابها واعراضها والاساليب المتاحة لمعالجتها التشريح الجهاز اللمفي هو جزء من الجهاز المناعي حيث يقاوم الجهاز المناعي الامراض المعدية والامراض الاخرى ويتكون الجهاز اللمفي من الاوعية اللمفية واللمف والعقد اللمفية يبدو اللمف كسائل رائق تقريبا ينتجه الجسم ويقوم بنسح الفضلات من الخلايا وهو يتقل عبر الجهاز اللمفي الذي يتألف من شبكة من قنوات وبنى تشبه حبة الفاصلياء تدعى العقد اللمفية وتوجد مجموعات من هذه العقد اللمفية في الرقبة وتحت الإبطين وفي الصدر والبطن وفي المنطقة الأوروبية تحوي العقد اللمفية خلايا من الجهاز المناعي تعمل كحاجز يوقف البكتيريا والفيروسات ويمنعها من مهاجمة الجسم وتصنف هذه الخلايا في فئتين واسعتين تدعياد الخلايا التائية والخلايا البائية تتصل العقد اللمفية فيما بينها بواسطة قنوات خاصة تسمى الأوعية اللمفية وتنتشر هذه القنوات في معظم أنحاء الجسم كالأوعية الدموية ويستخدم الجهاز اللمفي هذه الأقنية لنسح السوائل الفائضة والفضلات هناك أجزاء أخرى من الجسم تحوي نسيجا لمفيا تشمل اللوذتين غدة التوتا الطحال هناك أجزاء أخرى من الجسم تحوي النسيج اللمفي المعدة الجل الأمعاء الدقيقة لنفومة هاتشكن وأسبابها داء هاتشكن هو نوع من اللمفومة واللنفومات هي سرطانات تحدث في الجهاز اللمفي بدءا من خلايا الجهاز المناعي البائية تحوي الخلايا مادة وراثية أو جينية تدعى الصبغيات وتتحكم الصبغيات بنمو الخلايا وتكاثرها تنمو الخلايا الطبيعية في الجسم وتموت وفق آلية مضبوطة عندما تصبح صبغياتها شادة تفقد الخلية قدرتها على التحكم بنموها وتكاثرها تبدأ خلايا من الجهاز المناعي عند الإصابة بلنفومة هاتشكن بالتكاثر على نحو شاد وتدعى الخلايا الشادة في معظم حالات لنفومة هاتشكن خلايا ريد تيرنبيرغ تنقسم الخلايا الجديدة مرات ومرات منتجة المزيد من الخلايا الشادة ولا تموت الخلايا الشادة عندما ينبغي عليها أن تموت وهي لا تحمل جسم من الأمراض المعدية أو الأمراض الأخرى ويؤدي تراكم الخلايا الزائد غالبا إلى تشكل كتلة من النسيج تدعى نمو أو ورما يمكن أن تطرأ التغيرات على المادة الجينية نتيجة أسباب متعددة وتكون هذه التغيرات وراثية في بعض الأحيان قد تحدث التغيرات على الصبغيات أيضا نتيجة للتعرض لعدوى أو استعمال أدوية معينة أو التبخ أو مواد كيميائية أو عوامل أخرى ومن عوامل الخطر الأخرى للإصابة باللمفومة هاتشكين العمر تاريخ عائلي للإصابة باللمفومة الجنس إذ أن الذكور أكثر تعرضا للإصابة من الإلاث إصابة سابقة بفيروس أبشتاين بارب وضعف الجهاز المناعي هناك نوعان رئيسيان من لنفومة هاتشكين لنفومة هاتشكين الكلاسيكية ولنفومة هاتشكين ذات اللنفاويات العقدية السائدة إن معظم الناس المصابين بلنفومة هاتشكين يكون لديهم النوع الكلاسيكي ويبدأ النوع الكلاسيكي عندما تصبح خلية لنفاوية بائية عادة شاذة أما لنفومة هاتشكين ذات اللنفاويات العقدية السائدة فهي نوع نادر من لنفومة هاتشكين وتدعى الخلايا الشاذة فيها الخلايا الفشارية وقد يعالج هذا النوع بطريقة مختلفة عن النوع الكلاسيكي يمكن أن تنشأ لنفومة هاتشكين في أي مكان من الجسم تقريبا ذلك أن النسيج اللنفي موجود في كثير من أجزاء الجسم وهي أول ما توجد عادة في عقدة لنفية أعلى الحجاب الحاجد وهو العضلة الرقيقة التي تفصل الصدر عن البطن لنفومة هاتشكين يمكن أن توجد في مجموعة من العقد اللنفية أيضا ويمكن أن تبدأ في بعض الأحيان في أجزاء أخرى من الجهاز اللنفي أكثر من خمسة آلاب من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية العلامات والأعراض العرض الأكثر ظهورا للنفومة هاتشكين هو تورم غير مؤلم في العقد اللنفية في الرقبة أو تحت الإقب أو المنطقة الأربية وقد يكون من الأعراض المألوفة الأخرى الحمى والنوافض تعرق الليلي غزير وهن وتعب خسارة وزن غير مفسرة اضطراب التنفس أو سعال أو ألم صدري ومن الأعراض الأخرى يصبح المريض أكثر حساسية لتأثير الكحول أو يشعر بألم في العقد اللنفية بعد تناول الكحول تعب مستمر أو دائم حتى قد لا تكون هذه الأعراض ناجمة عن لنفومة هاتشكين بالضرورة ولكن يمكن أن تسبب الأمراض المعروفة كالأمراض المعدية أو الحمف الونزة أعراضا مشابهة يجب مراجعة مقدم الرعاية الصحية إذا استمرت هذه الأعراض أكثر من أسبوعين التشخيص يحاول مقدم الرعاية الصحية عندما يكون لدى المريض عقد لنفية متورمة أو غير ذلك من الأعراض التي قد توحي بالإصابة بلنفومة هاتشكين أن يعرف ما الذي سبب هذه المشكلة وربما يسأله عن تاريخه الطبي الشخصي والعائلي يقوم مقدم الرعاية الصحية أيضا بفحص العقد اللنفية في رقبة المريض وتحت إبطه وفي المنطقة الأوربية كما أنه قد يتحرى عن وجود تورم الكبد أو الطحال أيضا قد يطلب مقدم الرعاية الصحية إجراء تعداد دم كامل CBC فتعداد الدم الكامل يمكن أن يعطي معلومات حول عدد ونوعية كل نمط من خلايا الدم قد يطلب مقدم الرعاية الصحية فحوصا أخرى مثل التصوير الطبقي المحوري والتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير بالأشعة السينية وأخذ خزعة من عقدة لنفية وقد تطلب صور للصدر بالأشعة السينية للبحث عن عقد لنفية متورمة أو غير ذلك من علامات اللنفومة في الصدر وهي تجراء لمعرفة مدى انتشار الإصابة وهو ما يعرف باسم تحديد المراحل تعد الخزعة هي الطريقة الوحيدة المؤكدة لتشخيص لنفومة هاتشكين وهناك أنواع متعددة للخزعة قد يتم في حالة الرش بالإبرة الرفيعة إدخال إبرة في العقد اللنفية وسحف عينة صغيرة من الأنسية والسوائل من أجل الدراسة التشريحية المرضية ولكن لا يمكن بهذه الطريقة الحصول على عينة كبيرة بما فيه الكفاية من أجل تشخيص لنفومة هاتشكين تأخذ خطعة صغيرة من العقدة اللنفية عبر شق جراحي في حالة الخزعة الاقتطاعية أما في حالة الخزعة الاستئصالية فيجري استئصال العقدة اللنفية بكاملها مع بعض من النسيج الذي يحيط بها عبر شق جراحي وهذه الطريقة هي الأفضل للحصول على عينة كافية من أجل التشخيص يستخدم اختصاصي التشريح المرضي مجهرا لفحص النسيج للتحري عن خلايا لنفومة هاتشكين ويكون لدى الشخص المصاب لنفومة هاتشكين عادة خلايا شادة كبيرة تسمى خلايا ريد استنبرغ وهي غير موجودة عند المصابين باللنفومة اللا هاتشكينية تحديد المراحل المرحلة هي مؤشر على مدى انتشار المرض حيث ينطوي تحديد المراحل على عدة إجراءات لتقرير أجزاء الجسم التي قد أصيبت بالمرض ويمكن أن تحدد المعالجة استنادا إلى المرحلة التي بلغها السرطان تميل لنفومة هاتشكين إلى الانتشار من مجموعة عقد لنفية إلى المجموعة التالية فإذا بدأت لنفومة هاتشكين في مجموعة العقد اللنفية الرقبية مثلا فإنها قد تنتشر بعد إذي بدء إلى العقد اللنفية فوق الترقوة ثم إلى العقد اللنفية تحت الإبطين وضمن الصدر يمكن أن تقوم لنفومة هاتشكين مع مرور الوقت بغزو الأوعية الدموية وتنتشر إلى أي جزء من الجسم تقريبا فهي يمكن أن تنتشر مثلا إلى الكبد والرئتين والعظام ونقي العظام قد يحتاج تحديد المراحل إلى إجراء تصوير طبقي محوري وتصوير براني مغناطيسي وتصوير مقطعي بالإصدار البوزيتروني وأخذ خزعة من نقي العظام وقد يصيب مقدم الرعاية الصحية بأخذ خزعات من عقد اللنفية أخرى أيضا أو من الكبد أو غير ذلك من أنسجة الجسم يعتمد تحديد المرحلة على عدد العقد اللنفية التي توجد فيها خلايا لنفومة هاتشكين وفيما إذا كانت هذه العقد على جانب واحد أم على جانبي الحجاب الحاجز وإذا ما كان المرض قد انتشر إلى نقي العظام أو الطحال أو الكبد أو الرئاح الحجاب الحاجز هو عضلة كبيرة رقيقة تفصل الصدر عن البطن وهو ذو أهمية بالغة في عملية التنفس توصف المراحل عادة باستخدام الأرقام من واحد إلى أربعة بحيث يشير الرقم الأدنى إلى مرحلة مبكرة أكثر من المرض المرحلة واحد توجد خلايا اللنفومة في مجموعة واحدة من العقد اللنفية كمجموعة العقد الموجودة في الرقبة أو تحت القبط مثلا وإذا لم تكن الخلايا السادة موجودة في العقد اللنفية فإنها تكون موجودة في جزء واحد فقط من نسيج أو عضو ما كالرئة مثلا المرحلة اثنان تكون خلايا اللنفومة موجودة في مجموعتين على الأقل من العقد اللنفية في جانب واحد من الحجاب الحاجز أو أن خلايا اللنفومة موجودة في جزء واحد من عضو ما وفي العقد اللنفية قرب هذا العضو في الجانب نفسه من الحجاب الحاجز وقد يكون هناك خلايا اللنفومة في مجموعة أخرى من العقد اللنفية في الجانب نفسه من الحجاب الحاجز المرحلة ثلاثة تكون اللنفومة في هذه المرحلة موجودة في العقد اللنفية فوق وتحت الحجاب الحاجز وقد توجد أيضا في أحد أجزاء نسيج أو عضو من الأعضاء كالكبد أو الرئة أو العظام قرب إحدى هذه المجموعات من العقد اللنفية المصابة وقد تكون موجودة في الطحال أيضا المرحلة أربعة توجد خلايا اللنفومة في هذه المرحلة في عدة أجزاء من عضو أو نسيج واحد أو أكثر أو أنها تكون موجودة في عضو كالكبد أو الرئة أو العظم وفي مجموعة عقد اللنفية بعيدة في الوقت نفسه يعد المرض راجعا أو ناكسا إذا عاد ثانية بعد المعالجة قد يقوم مقدم الرعاية الصحية بالإضافة إلى التصنيف السابق بوضع الأعراض في مجموعتين A لا يعاني المريض من خسارة الوزن أو من تعرق الليلي غزير أو من حمى يعاني المريض في هذه المرحلة من خسارة الوزن أو من تعرق الليلي غزير أو من الحمى يكون لدى المرضى الذين يعانون من أعراض المرحلة B مآل أسوأ من المرضى الذين يعانون من أعراض المرحلة A المعالجة الهدف من معالجة الانفومات هاتشكين هو قتل كل ما يمكن قتله من الخلايا الشتادة، ويعتمد اختيار طريقة المعالجة على عوامل كثيرة، يناقش مقدم الرعاية الصحية طرق المعالجة المتاحة مع المريض قبل البدء بالمعالجة. تعتمد سبل المعالجة المناسبة للمريض على نوع لنفومة هاتشكين التي يعاني منها يكون لدى معظم المرضى النوع الكلاسيكي من لنفومة هاتشكين، المرحلة التي بلغتها هذه اللنفومة أو المكان أو الأماكن التي وجدت فيها حجم اللنفومة إذا كان قطرها قد تجاوز 10 سنتيمترات عمر المريض فيما إذا كان المريض يعاني من خسارات وزن أو تعرق ليلي غزير أو حمى تكون معالجة لنفومة هاتشكين إشعاعية أو كيميائية عادة وقد تستخدم كلتا الطريقتين في بعض الأحيان وتعتمد قرارات المعالجة على مرحلة التي بلغها المرض وموضعه في الجسم وأعراضه التي ظهرت عند المريض وعلى الحالة الصحية العامة للمريض وعمره قد تستعمل المعالجة الإشعاعية في المراحل المبكرة لنفومة هاتشكين ولكنها تستعمل بعد المعالجة الكيميائية عادة تستعمل المعالجة الإشعاعية أشعة عالية الطاقة لقتل خلايا السرطان ووقفها عن النمو والانتشار وتأتي الأشعة التي تعالج الخلايا من جهاز يصوب الأشعة إلى بقعة محددة من الجسم قد تعالج الحالات المبكرة للمفومة هاتشكين ذات الخلايا العقيدية السائدة بالأشعة وحدها يتلقى مرضى لنفومة هاتشكين المعالجة الإشعاعية غالبا كمرضى خارجيين في المستشفى أو في العيادة وينبغي أن تعطى لمدة خمسة أيام في الأسبوع لعدة أسابيع ويقصد بالمرضى الخارجيين أن المرضى يذهبون إلى منازلهم بعد كل جلسة معالجة ترتبط الآثار الجانبية للمعالجة الإشعاعية بشكل رئيسي بنوع هذه المعالجة وجرعة هذه المعالجة والجزء من الجسم الذي يخضع للمعالجة ومن الآثار الجانبية المحتملة المألوفة للمعالجة الإشعاعية الغثيان والقيء والإسهال وربما يعاني المريض من تقرح وجفاف في الحلق وصعوبة في البل وربما يشعر المريض فضلا عن ذلك بالإعياء ويصبح جلده في منطقة المعالجة أحمر جافا وحساسا وقد يفقد المريض شعره في منطقة المعالجة تعني المعالجة الكيميائية استخدام أدوية لقتل خلايا السرطان وهي تستخدم في المراحل الأكثر تقدما من لينفومات هاتشكين يصف مقدم الرعاية الصحية لمعالجة لينفومات هاتشكين توليفة من عدة أدوية تعمل معا وهي تدعى باسم الجرعات الكيميائية هناك عدة أنواع من المعالجة الكيميائية التي قد يتلقاها المريض كما أنها قد تعطى بطرق مختلفة أيضا حيث يعطى بعض هذه الأدوية عن طريق الفم ويعطى بعضها الآخر حقنا بالوريد وينتخل الدواء مع تيار الدم إلى كل مكان في الجسم تقريبا تعتقد التأثيرات الجانبية للمعالجة الكيميائية إلى حد بعيد على نوع الأدوية المستخدمة وجرعاتها يمكن أن تؤذي الأدوية الكيميائية الخلايا السليمة التي تنخسم بسرعة مثل خلايا الدم مما قد يؤثر في قدرة المريض على مقاومة العدوى خلايا جذور الشار مما يسبب تساقط الشار الخلايا التي تبطن الجهاد الهضمي مما يسبب الغثيان والقيء وتقرحات الفم أو الشفتين والطراب البلع تعطى المعالجة الكيميائية على أشواط عادة لحيث يكون هناك فترة معالجة يتلوها فترة راحة ثم فترة معالجة ثانية وهكذا قد يكون زرع الخلايا الجذعية خيارا في معالجة لينفومت هاتشكين الناكسة برغم المعالجة والخلايا الجذعية هي خلايا تتيح لنقي العظم أن يعيد إنتاج جميع خلاياه الدموية تجري عملية زراعة الخلايا الجذعية في المستشفى ويتم في هذا النوع من المعالجة أخذ الخلايا الجذعية بجمعها من متبرع أو من المريض نفسه ثم تجميدها وتخزينها لاستعمالها في وقت لاحق وقد تحتاج هذه الخلايا إذا كانت قد أخذت من المريض نفسه إلى معالجة لقتل خلايا اللينفومة التي قد تكون موجودة بينها وذلك قبل تجميدها وتخزينها تستعمل جرعات عالية من المعالجة الكيميائية والإشاعية للتخلص من نقي العظم ومعه كما يؤمل جميع الخلايا السرطانية ثم تعطى الخلايا الجذعية للمريض بعد ذلك بوسطة أنبوب مرن يوضع في وعيد كبير في رقبتي أو صدري المريض وتنمو خلايا دم جديدة من الخلايا الجذعية المزرعة يمكن استعمال خلايا جذعية مأخوذة من جسم المريض نفسه أو من متبرع وهناك عدة أنماط من زراعة الخلايا الجذعية منها زراعة الخلايا الجذعية ذاتية المنشأ زراعة الخلايا الجذعية خيفية أي غيرية المنشأ زراعة الخلايا الجذعية إسوية المنشأ يتضمن العلاج المستهدف استخدام الأدوية التي تستهدف وتدمر خلايا السرطان دون الإضرار بالخلايا الطبيعية يجب سؤال مقدم الرعاية الصحية إذا كان العلاج المستهدف مناسبا لك يكافح العلاج المناعي أو العلاج البيولوجي السرطان من خلال تعزيد الجهاز المناعي في الجسم قد يساعد الجسم على قتل الخلايا السرطانية أو يبطاء نموها أو منعها من الانتشار مثل أي علاج للسرطان يمكن أن يكون للعلاج المناعي مخاطر وآثار جانبية قد لا يكون العلاج المناعي مناسبا لجميع مرضى السرطان لا تزال بعض أنواع العلاج المناعي قجدت دراسة في التجارب السريرية يجب سؤال مقدم الرعاية الصحية إذا كان العلاج المناعي يمكن أن يساعد في علاج السرطان عند المريض إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة مرض هاتكين هو نوع من الليمفومات أما الليمفومات فهي سرطانات تنمو في الجهاز الليمفي الذي يعد جزءا من الجهاز المناعي للجسم وعمل الجهاز الليمفي هو مقاومة الأمراض والعدوى تحدث للمفومات هاتكين بسبب تبدلات في المادة الجينية ويمكن أن تحدث هذه التبدلات نتيجة لأسباب مختلفة قد تكون وراتية في بعض الأحيان كما قد تحدث التبدلات في الصبغيات أيضا نتيجة التعرض لبعض الأمراض المعدية أو أذوية معينة أو التبخ أو بعض المواد الكيميائية أو عوامل أخرى تستخدم في تدبير للمفومات هاتكين عادة المعالجة الإشاعية أو المعالجة الكيميائية أو المسج بينهما أو ذراعة الخلايا الجذعية ويعتمد اختيار نوع المعالجة على مرحلة التي بلغها السرطان وعلى الحالة الصحية العامة للمريض يمكن الآن بفضل تطول العلوم الطبية شفاء معظم المرضى الذين يصابون بلمفومات هاتكين أو يمكن السيطرة على مرضهم لعدة سنوات شكرا لاستخدامكم برنامج إكس بلين